استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً أمريكياً يضم كل من السيناتور كريستفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لسيما في ضوء الأوضاع الأخليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً أمريكياً يضم كل من السيناتور كريستفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهديئة الأوضاع في المنطقة عموما بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص وبمساعيها الدؤوب الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية